تحياتي لحضراتكم من أسمى الغيات وأنبل المقاصد أن الواحد يكون حريص على فعل الخير وكمان بيسارع فيه لحد ما هتلاقي نفسك بتعمله الوحدة خلاص اتعود تعليم بدون أي جهد أو حتى تفكير بل بالعكس هتحس بتقنيب ضمير لو أنت معملتوش في يومك كروتين يومي اللي هتزرعه النهاردة تأكد أنك هتلاقيه وهتلاقي نتائجه بكرة حتى لو ده ما ظهرش قدامك في الوقت اللي أنت عايزه أو في صورة الحاجة اللي أنت نفسك فيها من وجهة نظرك لكن هتلاقيه ظهر في وقت ما لحاجة ما أنت ما كنتش متخيل أنها تتيسر أو تحصلك أو تكون خير زيادة عن اللي نفسك فيه أو اللي نفسك كان يتحقق في يومنا لسالتنا النهاردة هي اصنع الخير ولا تتوقف عن المعروف اصنع المعروف في أهله أو في غير أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإلا انتصب أهله فأنت أهله س experienter من رب العادة اشتركوا في القناة المكملات الغذائية دايماً بتيجي في شكل عبوات أنيقة وشيك جداً بيتكتب عليها أنها عبارة عن خلطة فيتامينات هتساعدك على تحسين صحتك بشكل عام خاصة لو أنت بقى طالب أو عندك امتحانات أو نفسك يبقى عندك كده طاقة زيادة هتلاقي كتير بيرشحوها ليك عشان تشتغل أحسن وتديك باور وتديك طاقة في حياتك كمان كرياضي هتلاقي دايماً قدامك في صالات الجيم لو أنت كل يوم فعلاً بتنزل الجيم وعندك تمارين هتلاقي على طول المكملات الغذائية دي في أي جيم موجود أو في أي صالة رياضية موجودة أنت بتتعرض لها لكن على الناحية التانية لو إحنا بنتكلم أن المكملات الغذائية دي مركبات كيميائية طبعاً في معلومة كده أن لازم يفضل أن نتعامل مع أي مكمل غذائي أو أي تركيبة كيميائية بدون استشارة الطبيب خاصة وأنها بيبقى شكلها محفز جداً جذاب جداً شيك جداً وأنيق جداً بتقال عليها أن هي مكمل غذائي يعني ما فيش منها ضرر بشكل كبير ده اللي بتقال لكن احنا ما نعرفش حقيقة الموضوع ده إيه هل ده فعلاً حقيقي يعني هل المكملات دي هوس رياضي ولا حاجة صحية ضرورية لازم تكون في حياتنا احنا عايزين نشوف الموضوع ده عبر زوم وسكايب كمان هيكون معانا دكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة مكافحة المنشطات في مصر وخبير مكافحة المنشطات الدولي وكمان معانا كابتن أيمن السيركي مدرب اللياقة البدنية طبعاً برحب بحضراتكو معايا في حلقة النهاردة وهبدأ الحديث مع دكتور أسامة دكتور أسامة سؤال مباشر جداً وواضح جداً هل المكملات الغذائية آمنة ونقدر نقول إن هي ليها مفعول وليها فوائد صحية لأي حد بيستخدمها؟ بداية أنا عايز أقول لحظوك تنازم نفرق بين المكملات الغذائية وبين الفيتامينات اللي بيكتب عليها مكمل الغذائي كل الفيتامينات طبعاً صحية ما فيهاش أي مشاكل إطلاقاً إنما بالنسبة للمكملات الغذائية طبعاً أنا يعني ما بفضلش من إحنا نتعامل مع المكمل الغذائي لأسباب كتيرة جداً إيه هي؟ أولاً المكملات الغذائية لها مشاكل في عملية تخزينها داخل الجسم على الكلا وعلى القلب وعلى الكبد خروجها من الكلا بيسبب مشاكل وبيتطر الإنسان أنه يشرب كمية ميا كتيرة جداً ما يحصل تخزين الميا داخل الجسم الحاجة الثانية المكمل الغذائي ده هل هو جاي من شركة معترب بيها عالمياً ولا معمول تحت السلم وإحنا عارفين اللي تحت السلم ده بيبقى بودرة سيراميك أو سيبيدايك أو نيش أو خلافة ثانية حاجة الحاجات اللي هي جاية من بره دياً هل هي مقمولة الجانب ولا مش مقمولة؟ حضرتك عارفة إن الفي دي ايه أو الفود الدراج في الأمريكا قالت إن 66% من المكملات الغذائية على مستوى العالم بتبقى ملوثة بهرمون التسوسيلون وبعض المواد المحزورة رياضية فإمتى أعرف إن العبوة اللي قدامي دي من الستة وستين أو من الاربعة وثلاثين السلم؟ والحقيقة إحنا كان عندنا حالات كتيرة جداً واقع بسبب المكملات الغذائية ويمكن كان أشهرها الست رياضيين بتعرفها الأسقال اللي كانوا واقعوا فيه بيبان أفريكان جيمز في المغرب سنة 2019 فإحنا لازم نحذر من المكمل الغذائي بعدين المكمل الغذائي أغلبوا بيبقى بروتينات إلى آخره طبما أنا ممكن أعوض عن الأكل الطبيعي وفيه عندنا كمان مكملات طبيعية جداً زي أمريكات النحل وعصر النحل والشوفان والجنس من بيني الأمح إلى آخره ليه إحنا مصرين على إن إحنا نتعامل مع المكملات الغذائية بالشكل اللي بتعامل بها طيب يمكن سؤال حضرتك وكلام حضرتك هيخلينا أن إحنا نرجع لك تاني عشان نسأل عن بعض التفاصيل حضرتك يمكن قلتها في السياق الحديث لكن يهمني جداً أن أنا برضو أعرف رأيي كابتن أيمن كابتن أيمن تحياتي لك من جديد والحقيقة المكملات الغذائية حضرتك أكيد في الصلاة الجيم والصلاة الرياضية بتتعرض كتير للكلام ده وفي نفس الوقت بتشوف إقبال من الشباب على هذه المكملات لأن بتساعدهم في اللياقة أو الشكل اللي هم عايزينه عايزين نعرف رد حضرتك على يعني كلام دكتور أسامة بشكل كبير على أهمية المكملات الغذائية تحياتي لحضرتك أستاذ الغذائية والدكتور أسامة المكملات الغذائية اللي بيستخدمها الشباب بالفترة اللي احنا فيها حالياً والكام سنة اللي فاتوا احنا عايزين بس برضو نفرق ما بين حاجتين ما بين المكمل الغذائي والمنشط أو الهرمون زي ما الدكتور أسامة قال أن في بعض المكملات فعلاً بيخش في تكوينها هرمونات صناعية ودي بتأثر على الهرمون الطبيعي بتاع الجسم ودي اللي احنا طبعاً ما بنشرحش أن حد يستخدمها وفي بعض المكملات اللي هي بتبقى من خلاصة البروتين بتاع اللبن أو البيض أو البروتين حيواني وتبقى بيبالهدف منها أو من صناعتها سهولة انتصاصها داخل الجسم وبالتالي بتساعد في عملية الركافري بتاعت العضلات أو إعادة السشفاء بعد فترات التدريب أو في حالة أن أنا عايزة أكمل المعادلة بتاعت النظام الغذائي بتاعي المكملات الغذائية مش هتجيب لي نتيجة كرياضي غير ما أنا أعمل معها شوية شروط الشرط الأولاني أن أنا لازم أستعين بحد فاهم في الموضوع ده كدكتور أو حد مختص يقدر يصف لي إيه اللي استعمله وإيه اللي ما استعملوه بمعنى أنها مش هشان مكامل غذائي متاح في السوق وأنه آمن أنه ملوش دعو بهيرمونات الجسم أن أنا أستخدمه ممكن ما يكونش مناسب لي ممكن ما يكونش مناسب لطبيعة الجسمي هل أنا لما هستعمله هقدر أن أنا أستخدم كل الطاقة بتاعته في التدريب ولا حتى تترقمه جوة جسمي وتأثر على الكبد وكلا لأن الكبد هو العضو الأساسي اللي في الجسم اللي بيعمل عملية الفلتريشن لأي ده وأنا بغضل فلو أنا استعملتها بدون أي إشراف طبي ممكن تقلب معي بالعكس حتى لو هي مفيدة طيب يعني الحتة دي برضو أنا محتاجة أرجع لك فيها يعني كابتن أيمن لكن دكتور أسامة في بعض المدربين ويعني مع احترامي لحضرتك يعني طبعا يعني كابتن أيمن ولكن في بعض المدربين في الصلاة الرياضية بيتعاملوا مع الشاب أو كمان الشابات أن هو الدكتور وهو اللي بيحدد لهم النظام الغذائي وهو اللي بيحدد لهم كمان المكمل الغذائي المطلوب عشان الفورمة أو الشكل اللي هم عايزين يوصلوله بشكل كبير طبعا إحنا شفنا على السوشال ميديا حاجات كتيرة للأسف مؤسفة أن ممكن ناس بيجي لها سكتة قلبية أو في بعض حالات الإغماء المفاجئ في صلاة الجيم الحاجات دي كلها يا دكتور إزاي نقدر أن احنا نوعي بيها الناس عشان يبقى فعلا كل واحد يبقى ليه تخصص وده ياخد إيه أو ده ما ياخدش إيه للأسف هو الأتيتشوت بتاع أكتر المدربين المصريين أنه هو لابد أن الرياضي عنده يتعامل مع المكمل الغذائي الحقيقة دي عملية خطيرة جدا يعني زم أنتم حضرتكم كتبين دلوقتي هوس رياضي آه هي هوس رياضي فعلا سواء من جانب المدرب أو من جانب الرياضي الحاجة المهمة جدا هل المكملات الغذائية دي بتخش بطريقة سليمة وصحيحة جوا مصر هل بيتم فحصها ويتم الترخيص لها والتسجيل لها تبع وزارة الصحة ولا هي كلها بتخش عبارة عن تهريب بدون المرور على السلطات المختصة اللي بتكشف حاليا طبعا هو دلوقتي مع كامل احترامي لهيئة الحفاظ على الغذائي بتتولى أنها بتدي تصريح للمكمل الغذائي ولكن مش ده دورها هو الدور الأساسي المفروض أنه هو بيبقى للمعامل المركزية لوزارة الصحة اللي بتقوم بالتحليل للمكمل الغذائي وبتقارن المواد اللي هي مكتوبة على الليب الخارجي أو على الغلاف الخارجي اللي العبوة مع المواد الموجودة داخل العبوة لأن غالبا يعني زي ما تفضل الكابتن أيمن برضو كان بيقول أن فعلا فيها هورمونات ده بالعكس ده ما بيوجدش هورمونات بس ده فيه مواد محظورة زي الميثال هيكسينامين زي ما كان موجود مع الأولاد بتوع المغرب العملية دي عملية خطيرة جدا وللأسف احنا ما بنتعيص منها خاصة أن كان عمدنا عدد كبير جدا من الرياضيين اللي كانت عيناتهم طلعت إيجابية لما بنرجع لهم بنعرف أن هم كانوا بيستخدموا بعض المكملات الغذائية دون ذكر أسماء هذه الموادات طبعا بالنسبة لكم عشان متعتبرش إعلان الحقيقة احنا دايما كنا بنقول ابتعدوا عن المكمل الغذائي خاصة أن الوكالة الدولية لمكافحة النشطات ودى طلبت مننا كوكلات محلية في كل دول العالم أن احنا نبتعد تماما عن المكملات الغذائية ونلجأ إلى المكملات الغذائية الطبيعية زي ما احنا كنا عنونا الأسماء الأولانية اللي هي جنين الأمح والزارة الملكات النحل والخير طب كابتن أيمن النقطة الأخيرة هتبقى مع حضرتك في فكرة أن لو جالك شاب هو مصمم أن هو ياخد المكملات اللي ممكن تكون مش صحية مية في المية وبالتالي أنت مطالب أن تتبع معاه البرنامج الغذائي وبالتالي البرنامج الرياضي والتمارين عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه هل في بعض البدائل الآمنة اللي حضرتك بتنصح بيها أو بعض المواقف اللي أنت بتتعرض لها بشكل كبير فبتمنعهم بشكل حاسم ولا يعني بتنصحهم إزاي أو بتتفاعل معهم إزاي لما بيجي حد بيطلب أنه هو يستعمل مكمل الغذائي بيبقى دايما الهدف أنه هو عايز يعمل النتيجة سريعة فوقت وليل وبيبقى فاكر أنه هو لما هياخد مكمل الغذائي ده حيبقى سحر وأنه هو في خلال شهر والتنين حيبقى زي الصورة اللي موجودة على العلم دي من أكتر الحاجات اللي وجود معظم الشباب وده أكبر غلط لأن ما فيش حاجة اسمها كده الجسم البشري بيأخذ وقته أنه هو ينمو وبيأخذ وقته أنه يكبر حتى لو أنا خدت كل المكملات اللي موجودة في السوم فأنا لما بيجي حد بتعامل معاه أنا بقول له أن أنت عندك قاعدة أساسية اسمها النظام الغذائي النظام الغذائي اللي هو بيمثلك 70% أو 80% من نتيجة اللي أنت عايز تعمل لأنه في الآخر اسمه مكمل غذائي يعني حتى لو أنا استعملته وما عملتش نظام غذائي متوازن معاه ونظام تدريبي ونظام راحة ونوم مش هيجيب نتيجة حتى لو هو مكمل غذائي أصلي أنا جايبه من الشركة أصلي ومكوناته تمامه ومفاش أي مشكلة هو مجرد مكمل مش أساس هو مجرد مكمل يعني أنا ممكن أحتاجه وممكن ما أحتاجهوش وخاصة أنه في بعض المكملات لها خطورة على القلب بشكل مباشر لأنها تتخذ قبل فترة التمرين وبيبقى وظفتها أنها بتعلي ضربات القلب عشان تعمل إحمق للعضلات لو أنا عندي مشكلة كشاب أو مشكلة ومعرفهاش أو أنا مدرب وبقول أي كلام ممكن أتسبب في وفاة واحد من غير ما أخذ بالي فأنا عندي نظام الغذائي هو الأساس بتاعي أمشي عليه الأول أبني جسمي أعود جسمي أن أنا آكل أعود جسمي أن أنا يهضم الأكل الطبيعي بتاعي وبعد لو أنا حبيت أفكر أبتدي أستعمل بطريقة معينة بإشراف طبيب يكون كشف علي يكون عارف إيه متطلباتي لأن الأنواع اللي موجودة في السوق أنواع كتير جدا فيها حاجات بتبني فيها حاجات بتحرق دهون في حاجات تانية يعني طبعا أنا في البداية طبعا بشكرك كابتن أيمن السركي مدرب اليقى البدنية ودكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة مكافحة المنشطات في مصر وخبير مكافحة المنشطات الدولي طبعا حتى كمان بفكرة السرعة اللي أشار ليها كابتن أيمن أن الناس عايزة توصل للسرعة في الفورما اللي هما محتاجينها بوقت قليل جدا وبمجهود أقل كمان العام الاقتصادي في بعض المكملات الغذائية ممكن تكون غالية جدا فبالتالي بتلاقي الناس بتشتريها عشان الوقت القليل اللي بالنسبة لهم يعني أموجة نظرهم أن هما فعلا هيقدروا يوصلوا للفورما اللي هما عايزينها وبالتالي تأثر على لقدر الله على سرعة ضرابة القلب على أي ممكن تكون حاجة أنت بتعاني منها ومشواخد بالك منها في جسمك وتكتشفها من خلال التأثيرات السلبية اللي بتتم من خلال هذه المكملات الغذائية طبعا أنا بشكر حضراتكو شكرا جزيلا وكالعادة القضية دي يعني حكم حضراتكو فيه اللي اختيار المكملات الغذائية هوس رياضي ولا حاجة صحية هنروح دلوقتي لقضية تانية مهمة برضو كام يوم اللي فاتوا ناس كتيرة كانت بتتكلم عن تطبيق اسمه شات جي بي تي وازاي هو بيقدر يعملك أي حاجة أنت عايزه أي حاجة تتخيله يكتب مقال حل المسائل معقدة بيعمل اسلوب حياتك يحط لك خطة عمل انت عايز تمشي عليها حتى لو حبيت تكتب مثلا كتاب معين بمحاور محددة انت بتدخله المحاور وهو يكتبه لك المواد الدراسية اللي عندك انت ممكن مثلا تخليه يلخص لك حاجة انت مش قادر ان انت تلخصها عايز مثلا موضوع محدد فتكتب عنه كلمة بس يجيب لك معلومات اللي انت عايزها حقيقة جدل كبير على التطبيق ده ما ينفعش ان احنا نتجاهل الكلام عنه ونفهم من أهل التخصص هو الموضوع طيب رايح بينا لحد فين هل ده موضوع يعني إيجابي كويس جدا فنقدر نحنا نقول يا جماعة يلا نمشي فيه وعلى فكرة هو يعني الابليكيشن ده أو التطبيق ده لسه مش موجود في مصر لكن طبعا المصريين ليهم الطرق الخاصة اللي ممكن تخليهم يوصلوا لهذا التطبيق وبشكل يعني مش مكلف أو حتى لو هم كمان لسه التطبيق منزلش في مصر بشكل رسمي مهندس احمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات معانا على التليفون مهندس احمد أهلا وسهلا بحضرتك وإيح كاية الجي بي تي ده أهلا بحضرتك يا أستاذة آية وأهلا بسهد المشاهدين أولا الشات جي بي تي هو تطبيق بيجمع حوالي 175 مليار من الدياتا ومعمول بنظام اسمه جي بي تي 3 النقطة بقى مش هنا النقطة إن فيه حوالي 75 مليون وظيفة في المستقبل هتنتهي وحيحل محلها 130 مليون وظيفة وهتكون متواجدة والتكنولوجيا والذكاء اللي صناعة يكون الاعتماد الكلي عليهم الفكرة كلها إن إحنا حياتنا بقت تتطور بطريقة سريعة جدا وتكنولوجيا بحث موضوع شات جي بي تي هواخد حجم كبير جدا من البروبجان ده هو أصلا موجود وفيه مواقع كبيرة قبله بتعمل الموضوع ده الفكرة من شركة Open Eye المصنعة للنظام ده أو هي مغزية بالنظام الذكاء اللي صناعة عن طريق التطبيق ده إن هي سمحت لدول معينة هو زي ما حاليك قلت مش موجود لسه في مصر لكن سمحت لدول معينة استخدام التطبيق ده وبرضه تحضر في بعض الدول لدرجة إن فيه أطفال تسأليهم 9 زائد 3 أركان يدخلوا يبحثوا في شات جي بي تي عشان يجيهم النتيجة فهنا إحنا كده خلينا الآلة هي اللي تتغلب علينا وده مش جديد بس أنا بتكلم إيه المختلف والجديد في شات جي بي تي وليه هو اسمه شات جي بي تي يعني ليه الشات هل ده بيبقى بيعني بيعتمد على المحادثة ما بين أشخاص ولا بيبقى نظامه إيه بالضبط عشان اللي مش فاهم معنا يفهم برضو هو بيقوم عليه حلو فكرة شات جي بي تي ده هو تسمى باسم شات جي بي تي لأنه هو بيكون شخص أو روبوت متهيئ لك إنه موجود معك 24 ساعة وفي إيدك إحنا نجيب الموضوع من أوله ولو حضرتك دخلتي تبحثي على معلومة في موقع بحث عالمي شهير هتدخلي على المعلومة دي تكتبيها وبعد ما تكتبيها تختاري ويب سايت معين وبعد ما تدوسي على الويب سايت المعين ده هيجيب لك إعلانات وبعد كده في الآخر هتلاقي المعلومة اللي حضرتك عايزيها ده اللي احنا كلنا بنستخدمه دلوقتي لكن فكرة شات جي بي تي هو بحث طريقة البحث عن المعلومة أسرع وأسهل وعن طريق شات يعني تكتب له أنت عايز تعمل كذا 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 على طول يطلع لك بالإجابة من غير لبحث ولا تدويرك للمواقع ولا أي حاجة والأجابة بتاعته بتكون دقيقة جدا لكترة المعلومات اللي متغذي بيها التطبيق ده الموضوع كله حضرتك متغذي عن طريق الزكاء اللي الصناعي عن طريق خوارزميات كبيرة موجودة داخل التطبيق يعني عزي ما قلت لحضرتك 175 مليار داتة موجودة اللي يخوف أكتر من كده أن الناس كتير قوي بتيجي تسألني تقول لي باش مهندس طب إحنا وظيفنا ومستقبلنا صحافة الإلكترونية إنظامها طب كده طب هو الموضوع كله ده كان موضوع إحنا كنا اتكلمنا فيه الإسبوع اللي فات مهندس أحمد ويمكن إحنا قلنا إن الموضوع فعلا ممكن يكون خطير بالنسبة لبعض الوظائف لكن أنا يعني عايزة أركز معاك في هذا التطبيق تحديدا والأبليكيشن الجي بي تي دايما الإنسان عدو ما يجهل أي حاجة تبقى بالنسبة له جديدة هي مخيفة لحد ما يكتشفها إيه اللي ممكن يكون خطر بالنسبة الجي بي تي من ناحية إنه هو بيصمم برامج معينة يعني بنقول إن بيكتب مقالات بنقول إن هو بيحل مسائل معقدة بيقول إن هو بيسهل على الإنسان حاجات كتيرة هو ممكن ما كانش بيقدر يوصلها بالسهولة والتيسير ده هل فعلا هو تطبيق يعني إيجابي بشكل كبير حتى لما ييجي مصر مثلا في يوم من الأيام الناس هتستفد منها أو حتى المصريين بيوصلوله بشكل كده أو بطرق تانية إلكترونية يدرد أن هم يستفدوا منه ولا في خطورة كمنا من هذا التطبيق طيب اللي يخوف هنا حضرتك إن الناس لسه بتستخدموا في طلب إنشاء مواضيع تعبيرية وإنشاء إميلات ومقالات وكسس عادية هنا ده الآلة تغلبت على العقل البشري إن بعض الناس بيستخدموا بطريقة عادية أنت تقدري تعمليها أصلا من غير ذكاء اصطناعي لكن لو عايز حضرتك أنت اللي تتغلب على الآلة دي وما يكونش فيه أي خطورة أو أي حاجة تقلقنا إحنا كبشر اسأله إنت مثلا عايز خدمة لك إنت إنت عايز تعمل شركة تكنولوجية تنصحني أعمل إيه هنا هيبدأ يرد ويبحث ويشتغل على نفسه بموابع جديدة مختلفة هتفيدك فعلا يبقى هنا إنت كده استخدمت الآلة في إنها تفيدك تتغلب على عادات مش كويسة فيك تتغلب على حاجات مثلا إنت معتقد إن هي عمرها ما تنتهي معاك لكن الفكرة كلها إن الناس بتستخدموا طريقة تقليدية جدا والحاجات دي أصلا موجودة الناس دي مقصود بيهم مين؟ يعني العالم كله ولا المصريين ولا إيه بالزبط؟ العالم كله حضرتك بيدخلوا يستخدموه في حاجات سهلة جدا زي موضوع الآلة الحسبة أول ما طلعت الآلة الحسبة كانت بتحسب حاجات بتفوق العقل البشري بثواني معدودة والحد دلوقتي إحنا فيه ناس كتير قوي تيجي تسأليها مثلا خمسة في سبعة كم يطلع الآلة ويدرب الرقم ده لأنه هو قريدي خلاص اعتمد على حاجة معينة وخلاها هي اللي تجاوب ومس هو اللي يجاوبها فبالتالي إحنا شات جي بيتي ده إحنا ممكن نوظفه بحاجات كتيرة جدا حتى لو دخل مصر معه له شألأ خالص ولو شان وظائف كتيرة زي ما همتضمنها في المستقبل هينتج عنها وظائف تانية أجدد ممكن نواكبها وحديكي أنا هنا بتكلم على الزكاء الصناعي بشكل عام أنا بناشد الدولة إن هي تعمل لنا وزارة أو هيئة خاصة بالزكاء الصناعي من قوة أهميته واستثماره في المواضيع الجديدة اللي هي نزلة زي مثلا الشركات التكنولوجية الكبيرة زي شات جي بيتي زي مثلا الحاجات اللي إحنا هنقدر أطفالنا يوكبوها في المستقبل لأنه هو ده المستقبل إحنا دلوقتي ما بنتكلمش على فكرة شات معين تكتبي معلومة فيها على فكرة بما إلي جبنا موضوع شات جي بيتي في المستقبل مش هيكون فيه مواقع بحث شهيرة يكون كل مواقع البحث عبارة عن شاتات داخل الموبايل لعصر السرعة للحصول على المعلومة طريقة أسهل لحضرتك إنك تقدري تبحثي على حاجة بأضق من مواقع البحث الشهيرة اللي بتعملها يعني مواقع البحث الشهيرة اللي بتعملها مديكي أكتر من اختيار وممكن الاختيار ده ما يكونش صائب بالنسبة لحضرتك ممكن يكون ترند وفيه شقيعات معينة هو طبعا يعني التكنولوجيا الحقيقة ما نستبعدش عنها أي حاجة خاصة مع تطور الشديد في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والميتافيرس وكل الاتجاهات اللي احنا بنشوفها سرعة فائقة جدا في التطور وسرعة فائقة في عدم التوقع للأشياء اللي احنا بنستخدمها بعد كده في المستقبل مهندس أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل طبعا والكلام المفيد اللي احنا شفناه عن تطبيق شات جي بي تي حديث الساعة طبعا هو قضية صقف الدين الأمريكي جرت العادة أن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية بتغطي العجز ما بين الإرادات والنفقات طب ده بيتم من خلال إيه؟ من خلال الاقتراض سواء من الأسواق الخارجية أو من الداخل المتمثل في البنوك المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى عشان كده احنا بنقول أن بيبلغ الحد الأقصى للدين المسموح به للولايات المتحدة الأمريكية 31.4 تريليون دولار وده رقم الفعلي اللي وصلت له حتى الآن يعني حسب آخر طبعا البيانات عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية الرقم مخيف وبيعني أن الدين العام بيقارب 130% من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية عايزين نرى المشهد ده بشكل أكبر مع الدكتور عبد المنعم السيد خبير الاقتصادي دكتور عبد المنعم أهلا وسهلا بحضرتك ودللة الأرقام دي إيه لو احنا بنتكلم أن الدين وصل 130% في الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخير فردم أهلا بحضرتك حجم الديون الأمريكية اللي حركة تفضلت قولت عليها 31.4 تريليون جنيه الرقم ده يمثل تقريبا 11% من حجم الديون العالمية ويمثل 31% كان في المية فاند من الديون العالمية 11% حجم الديون العالمية اللي على الدول كلها في حدود 303 تريليون دولار 31 حوالي 31% من 11% لـ 12% تقريبا طيب لو احنا بنكلم في تأثيره النهاردة بنتحدث أن حجم هذا الدين تحرك خلال الثلاث سنوات الماضية بأكتر من 6.5 تريليون دولار يعني احنا كنا في 2020 حجم الديون الأمريكية في حدود ما بين 24 إلى 25 تريليون النهاردة بنكلم أنها 31 في غدون ثلاث سنوات تحديدا من يناير 2020 إلى يناير 2021 طيب التأثير الخاص به أنه كلما زادت حجم الديون كلما زاد العجز في الموزنة الأمريكية وبدأ حالات تتوجه الحكومة الأمريكية لما يطلق عليه التقشف أو تقليل الإنفاق الحكومي والإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط إنفاق داخلي على الولايات ولكن أيضا إنفاق خارجي وبالتالي أننا قد نجد أن هناك توجه لتقليل الإنفاق دولة أمريكا خارجيا سواء كانت في شكل مساعدات سواء كانت في شكل إنفاق على بعض الدول سواء كانت في شكل زيادة الواردات الخاصة بها تحاول تقليلها كل ده هي انكماش للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة والسؤال هنا يا دكتور عبد المنال فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية إزاي دولة كبيرة زيها أو متقدمة يعني أي حد ممكن يسأل ويطرح السؤال ده يوصل حجم الدين عندها بالرقم ده وده تأثيره إزاي على الفرض هناك في الولايات المتحدة الأمريكية هو أولا كل دول العالم مديونة ما فيش دولة في العالم غير مديونة نتحدث عن الأكبر دول العالم بما فيها الولايات المتحدة بما فيها اليابان حجم الديون الخارجية عندها أكتر من 125% في الصين نفس الكلام 145% حجم الديون وجود الديون ليس في حج ذاته خطر لكن الخطر أن عدم القدر على السادات النهاردة الديون الأمريكية متفاقمة لكن قدرة الاقتصاد الأمريكي وهو أعتبر أكبر اقتصاد على مستوى العالم بيحقق ناتج إجمالي سنوي في حدود 23.5 تريليون دولار وهو أكبر في الصاد عالم لا يستطيع أن يسد هذه الديون خاصة أن معظم هذه الديون هي لأفراد ومؤسسات أمريكية وخارج أمريكا وحوالي 7 تريليون تقريبا هي ديون لصالح الدول الأخرى لكن قدرة الاقتصاد الأمريكي يستطيع أن يسدد ولكن هي الإشكالية في أن صقف الديون عندما يتحدد أو عندما يرتفع هذا الدين النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية أو الخزانة الأمريكية بتحاول أن ترفع صقف الدين إلى ما يقوم من 33 تريليون عشان تصل إلى إنفاق يعني يتماثل مع الموزنة التقديرية للدولة الأمريكية ده إشكاليته أنه عشان يتحقق لابد من موافقة الكونجرس والكونجرس كلنا نعلم أن الأغلبية الآن هي للجمهوريين وليست للديموقراطين اللي هم متابعين لرئيس بايدن وبالتالي الإشكالية قد يقلل يعني الجمهوريين صقف الانفاق أو صقف الديون الديون الأمريكية إلى 32 تريليون وبالتالي هيكون هناك تقشف أو توجه لتقشف وتقليل الانفاق لكن تأثيره على المواطن الأمريكي بلا شك أن وجود الدين هيكون هناك تأثيره أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسداد هذه الديون أو فوائد هذه الديون هيضيد من عدء المزنى وبالتالي هيكون هناك إحداث لما يطلق عليه التضخم أو زيادة في الأسعار وبالتالي أنه هيكون توجه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة أن يكون هناك زيادة للإستثمات الأجنبية لخارج النورات المتحدة تأتي إلى أمريكا. أيضا تقليل الواردات التي يتم استرادها من الخارج. وأيضا تقليل الإنفاق الخارجي الأمريكي. وده أعتقد هو ده الأساس. لأنه كده معناها نورات المتحدة الأمريكية. هتبدأ تقلل مساعدتها. خاصة لدولة دي أوقانيا. اللي تم مساعدتها في حدود 3 مليار دولار خلال عام 22. وزي خبراء اقتصاديين كتير جدا متوقعين أن 2023 سيكون عام حسم بالنسبة للمساعدات بالنسبة لشكل الخريطة الاقتصادية لقوة العالم المختلفة. بناء على الظروف السياسية على الأرض. دكتورة عبد المنعم السيد خبير الاقتصادي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. فصل قصير وهنرجع تاني لحضراتكو. نكمل فقرات برنامجكم الحقيقة. والفقرة اللي معنا اللي جاية فقرة كده إنسانية جميلة فيها تفاصيل كده بتهم أي حد لو هو مركز في أنه ازاي يستمتع يستمتع بفن التطوع لمساعدة الغير دايما في حياته. فصل قصير وانا عود لحضراتكو من جديد دائما افقاهم احنا. دايما من رحم المعاناة والشدة بيتولد الأبطال وبتظهر معادن الرجال الحقيين والنساء طبعا والمصريين رجالة مصر وستات مصر اللي هم رمز الشهامة وأهل الجدعانة على مر العصور. تاريخ بيقول كده. مواقفهم بتظهر في وقت الشدة اللي شفناها في ظل الأزمات الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله. لقينا نماذج مشرفة من الشعب المصري خدوا على عطقهم الوقوف إلى جانب المواطنين الآخرين من أكل عيشهم نفسه. يعني تلاقي الدكتور بقى يكشف مجانا. الصيدالي بقى يخصص بعض الأدوية من غير مقابل. أصحاب المطاعم تروح حاليهم مايردكش حتى لو ما معاكش فلوس. السوائين كمان بقى يقولوا هعمل مشوار أو اتنين لوجه الله لو حد مش معاه. الحقيقة لقينا في مزاد كبير للخير. هدفه إننا نخفف على بعض كل الظروف اللي مش لطيفة اللي بيعيشها العالم كله. نهارده مشرفنا في الستوديو نموذج مشرف من اللي خصصه جزء من وقتهم لمساعدة الغير بالمجان. هنرحب بالدكتور السيد المر استشاري البطنة وهو من محافظة الشرقية. أهلا واسعنا يا دكتور. أهلا محضرتك. الحقيقة أنا محتاجة أبدأ معاك الحديث باليفطة الكبيرة اللي حضرتك يمكن حطتها على العيادة. وبتكتب كده جملة الكشف مجانا لمن لا يقدر أو لا يرغب في الدفع. اللي ما يقدرش مفهومة لكن اللي ما بيرغبش إزاي في الدفع برضه. اللي يفطل أول كانت لمن لا يقدر ففجأت إن في ناس بيتكسفه وما أنا أتأكد إن هو مش قاتر فبيصر أنه يدفع. فكده أنا إيه يعني أحركته عشان هو يدفع. التعفف. بالضبط متعففين كتير جدا جدا جدا. فخليتها بقى لمن لا يقدر ومن لا يرغب. الكلام ده يعني حلل المشكلة بتاعتها نفسيا. تمام؟ وبلغت إن هو ممكن يدفع وهو خارج عنده الاختيار. تمام؟ لإن برضه زوم لكتير جدا 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 بيع في مريض من الكاشف إزاي؟ بعد ما بيدفع ترجعه له تاني. بس وارب ما يكونش معه أصلا. إذا افترضنا إنه أساسا داخله هو معهوش. فدي بتحللنا المشكلة دي. وحتى كمان يعني ما تخلهوش محرج. مش حرج عليه خالص. تمام؟ بحيث إنه بيكشفه وخارج عنده الاختيار. والموضوع بسيط. طيب أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة خلينا كده نتكلم بشكل إنساني بحث. العادة دي أو التصرف ده فرق معاك إزاي في بركة حياتك؟ لا كل ما تتخليه. يعني أقول لحضرتك حاجة. أنا اكتشفت أصلا الخير في مصر نهر بكل مكان. يعني تحت العيادة الناحية التانية في شخص عنده عربيت فول وطعمة. كل ده كل ما يمتلكم العالم. عربيت فول وطعمة. كاتب عليها برضو إذا كنت لتملك. رزق ورزق على الله. أنا اكتشفت أنهم ما عرفنيش وحطت اليافة اللي واحده كده تمام؟ مع أنه كله ثروته من الدنيا هي العربية دي. السيط اللي تحت العيادة اللي ممكن لها السيط بيها خضار. لو أد عليها حد غلبان على طول بتإنه؟ بتتديله. الصيدالي اللي جاري على طول أي حالة برضو بيساعدها. يعني أنا مبارح. لا أول مبارح. أول مبارح صديق قابلني في الشارع اللي واحده كده نادى عليه. قال لي أنت مؤثر معي لي في حالات الجراحة. حول لي حالات جراحة مجانية. أنا جاهز بلا حدود. ده مثال. أنا بقالي سنين. زميلي دكتور جراحة. بكتب دكتور محمد فاروق. مجانة. مجانة. زميلي عيون. خالد عز الرجاء. مجانة. معتز السناء. مجانة. لو رصيت الرصة مثلا لحضرتك بلا حدود. يعني في مرة صديقي بيقول لي. لا مش كل ده كترة. قلت له موبايلي قدامك هو. اختار رقم عشوائي. باتصل بأي زميل. وقول لي دكتور سيد بيقول لك أنا عايزك تكشف مجانا على الحالة دي. بتتم. فهو الموضوع الحمد لله. الحمد لله. يعني موجود عند الناس كلهم. حصل موقف بقى مبارح في الليل. في حالة معينة كم وطلب لها علاج ومش موجود خلص. فلاقيت زميل اللي هي اسمه أحمد قدوس. مستنيني على الطريق بالليل. قاعد مستني ساعة وشوية ومعالي علاج. هو اللي دفعت أمان. أنا برعتش حاجة. عشان المريض هو ما يعرفوش ولا تمام ولا هيستفيد منه حاجة. هو حاطط الآلاج لي وعارف أنه هيوصل للمريض. المشكلة بقى في الآخر إيه؟ إنه هو في الآخر أنا اللي بأخد الشكر. يعني ما أنا حدش من دولة كل دولة خبوا أجرهم. يعني من الناس ما رتحبش تحط اليفطة عشان كده. الناس زملة كثيرا جدا جدا بيكشف مجانا من غير ما يحط يفطة. هو عايز يخب الأجر نفسه. بس إحنا في المرحلة دي لا. حنا عايزين نعلن الموضوع عشان غيرنا يقلدنا. طبعا. عشان كل وكل المهن. يعني أنا أتمنى أنه في كل مطعم يبقى في جزء مجاني. في كل مدرس يخصص جزء مجاني. كل محامي نفس الكلام. وده طبعا ما يقللش من قدر المحامي اللي بيأخد أجره أو الطبيب اللي بيأخد أجره. ولكن لازم مكان مجاني. لازم مكان الأول لما لا يقدر. طيب إنت حررتك إمتى قررت أن أنت تتصرف بالشكل ده؟ وأول ما اتخرجت ما أكدش حدافتها حيادة أصلا. أنا فضلت سنين مش حدافتها حيادة ومكتفي بالمستشفى بقول خلص يعني ما. ده بالنسبة لي أحسن بكتير. فحاسيت أن أنا ممكن أفتح باب أكتر للناس. فأول ما افتحت العيادة على طول من أول يوم. قررت أن يبقى فيه الكشف مجانة دام. وقلنا الأول لمن لا يقدر. وبعد كده خلناها لمن لا يرغب بحيث أن الدنيا تبقى أسهل شوي. عشان تشيل الحرج من أي متعفف. والله في مصر كلها خير. يعني حضرتك مثلا فيه حاجة الناس مش واخدين بالهم. أن في كل شارع في مصر فيه صيدلي. دكتور صيدلي بيساعد الناس بيرشدهم بيعلمهم. ممكن أغلبهم عندهم دفاتر بيساعدوا في الناس. وبعد كده ممكن يتفعوه وما يتفعوش. مصر كلها خير والله. بمناسبة أن مصر كلها خير. إحنا عايزين برضو نشوف تقرير من محافظة إسكندرية. فيها برضو نمازج كده مشرفة. ولازم دلوقتي في الوقت ده يعني يمكن إحنا بنعيشه. ودايما أن فاعل الخير أن حضرتك لازم تبقى نموذج والقضوة. عشان الناس تقلدك. دايما التقليد في الخير ده بيبقى شيء رائع جدا ومنافسة شريفة جدا جدا. ويبقى ليها عائد نفسي على فاعل الخير أكتر من اللي بيتعمل له الخير. والله العظيم. اللي بيجرب بيدوء السعادة الجميلة في مساعدة الغير بالتطوع وبالمجان. بيبقى واقعها على نفسه أكبر بكتير من اللي خاد الخدمة نفسها أو الفاعل الخير. ده خلونا نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل كلامنا مع الدكتور السيد المور. انا اسمي مصطفى من اسكندرية معايا تاكس. وبيوصل حالات السلطان وغسل الكلوي والواجه اللي ده على يعني عشان كان مرت بظروف زي دي كده بالظبط كان عندي جوز أختي وكان تعامل نفس التعب وعارف الناس بتعاني اززار. موسيقى اللي بيقدر على الحاجة بيعمله يعني وبيعمل الخير بيلاقيه. والله المستعين اللي بيعمله وربنا سبحان الله تعالى هو بيعوض. هو يريد كل يقدر على الحاجة حتى لو مهما كانت ظروفه يعملها وصابع عند ربنا كبير يعني. ربنا دايما يكتر من أبثال الأستاذ مصطفى وحضرتك يا دكتور وكل شخص قرر انه يساعد الغير بالتطوع والمجان. حقيقة أنا محتاجة برضو يعني أسمع من حضرتك. في وساوس شيطانية ممكن تيجي لأي شخص مننا كتير. وده معروف وده بتلق دنيا ويحنا عايشين فيه. الوساوس دي تقولك طب اش عرفك ان مش عايز يدفع ده فعلا هو مش قادر. او مش عرفك ان هو مش بيستغلك. او فعلا هو مش محتاج. كل دي وساوس شيطانية بتيجي لأي حد فينا عشان يقف عند فعل الخير. اكيد اتعرضت ليها كنت بتواجهها ازاي. هي اول عقب الاول ان انت بتقيم غالبا بسعر الفيزيزة بتاعتك. اذا كنت انت الدكتور يا ابو بلاش فانت كده بتقلل امتك. ده اللي كان معتاد عليه المجتمع. ان الدكتور اللي كشفه اغلى يبقى ده ايه. اه امت اغلى. اه بقى انت كده بتقلل من امتك. الوسواس التاني ده محرك قلتي ان الفلان ده قد لا يستحق. بتنميز بالن الحمدلله فتحتها. يعني كأن حد مثلا اه عامل ايه بير ماي. او كولدير ماي. تمام. فاللي هيشرب منه قد يكون من اغنى الناس او قد يكون محتاج. في الحالتين دي هدية. وهو ضيفي. وهو ايه بله. نيجي بقى للوسواس التاني. طب وبعد ايه. انت هتعيش مني. لا بتعيش. ورباني ببارك جدا 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 جدا. وزي ما قلنا اللي مش هيكفي مثلا. مثلا. ان تلت الكشفات او تلت كشفات مش هيكفيه تلاتين. واللي مش هيكفيه دخل جزء منه خيري مش هيكفيه حاجة. بقول له حضرتك زميل لينا مثلا قابلني قال لي انت بقى لك فترة ما بتحاولش حالات برضو جراحية. يوحتين. فبقول له ايه السبب. قال لي لا ده دي هي استثماري والتروز ازيا. قال لي الحالة اللي بيشتغلها يعني مجانا ربنا بيبعت منها ايه. حالات تيري جدا. فهو دي حياته كده. ده نعمل استثمار. فبعد سنين. تجارة مع الله. من تجارة. ما بتخسرش. ما بتخسرش ابدا. بعد سنين بتلاقي نفسك كثبان وكثبان بكتير جدا. يعني اتوقع ان اللي ماشي في طريقه لو وسع الغيره عشان يعدي هيوصل قبل غيره. ما تصور كده. احنا عايزين نروح برضو نشوف في الشرقية من تبع تقرير ده عن اصحاب ورشة. قرروا انهم يوفروا كويتش العربيات بالمجان لغير القادرين كمساهمة منهم في تخفيف العبء المادي على المواطن. شهامة المصريين حاضرة دوما. احمد واسلام ومصطفى. ثلاث اشقاء يمتلكون مركزا لتغيير اطارات السيارات بمحافظة الشرقية. قرروا اطلاق مبادرة للتصليح داخل مركز الاطارات الخاص بهم بالمجان لغير القادرين. انا فتح المعرض بأيلي سبع سنين فكررت ان انا اساعد الناس لغير تاكس ولا ادى حالهم والناس لهم الغلابة. لان الظروف صعبة عليهم فانا بساعدهم. بكرر ان انا بديهم بشغل مجانا عادي والارزا بيادي الله. الحمد لله ربنا مكتر الرزق وكل خير الحمد لله. فاكيد يعني لازم الرزق بك تكتر. كما انت بتعمل مبادرة كويسة لازم الرزق بكتر معك. تدعم المبادرة السائقين من العاملين على سيارات الأجرة ولاقت استحسان واعجاب أبناء المحافظة والذين عبروا عن شكرهم البالغ لأصحاب المبادرة. هم شغلهم كويس جدا والكوش بتاعهم ممكن يكون مستعمل بس بيبقى حالته كويسة جدا وتعملت معهم كذا مرة وكان الشغل كويس يعني واخر مرة مثلا حوالي شهر كنت معهم. كويسة رايح منا وانا ماشي. جيت بصراحة يعني اعمل فردة عندهم. اعمل فردة عندهم. الناس ما قولوش حاجلتون مش معايا فلوس وبتاعه. بصراحة يعني اعملوا كويسة وزبطوا لي ومشيت بيه فولة يعني. بصراحة كنت مرة بغير كويسة هنا تمام. وجي حد كده يعني سواء تاكسي مش معا فلوس. ركب له فردين كويسة وقالوا لو ما معك بجيت فلوس معك مش معاك خلاص مش مهم. السعي في مصلحة الاخرين دون وضع شروط للحصول على مقابل يعد بوابة كبرى من بوابات الرزق في الحياة. فالخير من اسم الفضائل الاخلاقية. يا دكتور ممكن حد يجي يقولك ده اللي جاي على قد اللي رايح. يعني دلوقتي في الظروف اللي احنا بنعيشها وصعبة على الكل في العالم كله. مش بس حتى عندنا في مصر يعني. ازاي بتقدر ان انت تيجي على رزقك او تيجي على مكسبك. عشان المفترض انت خلاص بقى يعني تلغي الكلام ده. عشان تحافظ على الرزق على القد بالضبط خاصة في الظروف. ما هو بيزيد احنا جربنا ان احنا ندي فبيزيد. يعني جربت سنة ويوم بعد يوم انت بتعمل اكتر وبتدي اكتر فربنا يبيدي لك اكتر. تمام فانت كل ما بتعمل خير اكتر ربنا يبارك لك في بيتك وفي مالك وفي حياتك وفي صحتك وفي والدي. وده عندي بالدنيا. يعني كن ربنا يباركني في والدي ده بالدنيا كلها. ربنا يا ربي دي الصحة. لو جات لك حالة ومتعففة اكتر واكتر. يعني انت بتشوف ان هي مش قادرة انها تدفع ومش قادرة على الكشف. واللي بتلاقي في ابنها مثلا لقدر الله او فيها ومضطرة انها تيجي عند حضرتك. ببقى ليك نظرة مثلا بتقدر تساعدها ازاي. اللي بيحصل كالقاتي زي ما حضرتك فهم ان هو المكان هو اضيفي. هو اضيفي. تمام حضرتك وهو عارف كده. وعارف ان هو لو خرج تخصصي هنتواصل مع تخصص التاني بحيث هيعمله ان شاء الله اللازم. الاجمل بقى اللي الناس كلها مش واخدة بالها منه القرارات الوزارية دلوقتي. بقى في علاج رائع وشهري ومستمر ناس كرة جدا. في حالات كرة جدا بتستعد بصورة شهرية بعلاجات شهرية. بتؤثر على دخله. تمام يعني واحد مثلا من مطر يشتري علاج سكر وعلاج ضغط وعلاج دهون وعلاج وعلاج قلب. الكلام ده كله بقى موجود. فكون ان احنا نرشد المريض ونقول له حضرتك هتروح الى المستشفى ده هو. هتلاقي الاستاذ فلان مستنيك. انه من غير ما استنى الاستاذ فلان هيروح هيخلص الفرارة وزارة بتاعه. الناس ببقى عندهم شك. يبقى متشكك. يعني هو انا هروح هلاقي لالك بيلاقي. طب علاج مناسب بيلاقي. وحاجات تانية. عاملت كراء جدا جراحية دلوقتي بتتعمل ببلاش. يعني صديق ليه مثلا في المستشفى الرمض قال اي حالة ميا بيضة بعتها لي. وخلال اقل من اسبوع هتبقى عاملة العملية ببلاش. زميلة يعني فاجئني مفاجئة والله ما كنت متخيلها. استاذ قلب. قال لي الدعمات اللي تتعمل في القرار وزاري في المستشفى على نفقة الدولة. اغلى نوع دعمات في العالم. والله ما كنت متخيل كده. قال لي والله الدعمات نوع كذا وكذا وكذا. النوع اللي بتركب هو اغلى نوع في العالم. فعكس محضرتك متصورة ان الشخص المتعافف ده او المحتاج ممكن يحصل على احسن خدمة. يعني هو ممكن يحصل على احسن اشعة واحسن كشف واحسن علاج واحسن جراحة ليه. ومع كونه متعافف. طيب السؤال الاخير لحضرتك. ايه النصيحة او من خلاصة التجربة في عمل الخير والتجارة مع الله. ممكن تنصح بيها اي حد يكون مثلا الوساوس الخوف من الواقع. اه وساوس الشيطان عادية جدا من اتعرض لها كلنا. تدينه نصيحة ازاي وتقوله ايه. اه هي من بديهيات الحياة. اه انه ما نقصها مالهم مصدقة. مالك مش هينقص مصدقة. ولا علمك هينقص وعلمت غيرك. ولا صحتك لو انت ساعدت غيرك. ولا اي عمل خيري هينقصك. كل حاجة هتعملها في الخير. هتجيلك في الدنيا والاخر. وهتشوفها في الدنيا الاول كمان. طبعا دكتور سيد المرء استشاري البطنة من محافظة الشرقية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حضرتك نموذج مشرف وملهم جدا. شكرا. وتعالى وان احنا ازاي نقدر ان احنا نساعد اللي حولينا بشكل لطيف. وبشكل جميل. وفي نفس الوقت يكون لي عائد نفسي دنياوي علينا. وعائد ان شاء الله بإذن الله في حصاد حسنات لينا في الحياة التانية. بإذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا موصور لحضرتك ومشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامج الحقيقة. تقبلوا تحيات فرق العمل وتحياتي. ايا عبد الرحمن. اشوفك على خير بإذن الله.